ندخل في عنوين حلقة النهاردة وعندنا النهاردة كان اجتماعا مهم جدا عقدوا الكابتن محمود الخطيب مع شركة النادي الاهلي للانشاءات الرياضية وطبعا الكابتن محمود الخطيب بدأ يناقش الخطة الاولى او مراحل تنفيذ بدء العمليات اللي تم الاتفاق عليها وزي ما حضراتكم شايفين ده طبعا اجتماع الكابتن محمود الخطيب وده طبعا يا فارس كان البدء بتنفيذ المرحلة الاولى وفق الجدول الزمني الذي تم اعتماده أسامة النادي الاهلي زي ما بدأنا نقدر نربط حلقتنا النادي الاهلي نادي واقع ونادي حقائق الاجتماعات دي هي سلسلة ضمن سلسلة من خطوات النادي الاهلي الجدد والحقيقية عندنا تلات ملفات هامة جدا شركة الاهلي الكورتة القدم شركة الاهلي المنشئات الرياضية والخدمات الرياضية شركة ايضا كل حد عنده جدوى الاعمال كل حد عنده ترجط كل حد عنده اهداف الاهداف دي بتاخد النادي الاهلي لمكانة ومنحنة مختلف تماما زي ما احنا شايفين فعلا النادي الاهلي كل يوم في خطوة جديدة وكل يوم بمجهود جديد النادي احترافي بمعنى الكلمة بيسبق الجميع دايما داخل مصر وكمان داخل افريقيا وبيحاول يحط اطر مختلفة تماما للتطوير دايما وده سمة النادي الاهلي او اهم سمات النادي الاهلي وطبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في تحقيق اهدافه لان عندنا كمان ربط بين من شركة المنشآت كمان عندنا اعادة تفعيل الصالون الثقافي الصالون الثقافي ده كان بيميز دايما النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي ومجلس الادارة اعاده تفعيل او فعاليات الصالون الثقافي وكان عندنا طبعا كاتب ومؤلف تم تدشين كتابه وحضر رموز كبيرة جدا والاهم من كل ده ان احنا عندنا في النادي الاهلي يا فارس زي ما بنهتم بالجوانب الرياضية ايضا بنهتم بالجوانب الثقافية لان في النهاية انت بيهمك في المقام الاول كنادي اهلي هو صناعة انسان صالح متعلم اجتماعي بتقدم نمازج جيدة للوطن على ارض الواقع يا احمد وزي ما بنقول النادي الاهلي واقع تاني شفنا صورة الكابتن محمود الخطيب والدكتور كامال درويش قمتين في الرياضة دكتور كامال درويش بيدي مثال ده تقدروا تفهموا منه اهداف الصالون الثقافي اللي هي حجم الحاجات اللي انا شخصيا بسعت بها جدا النادي الاهلي زين النوادي فعلا تحياتا وجلالا للنادي الاهلي لان النادي الاهلي بيروح في حتة مختلفة سهل جدا يا سامة طبق انت بتعمل اللي الكل بيعمله ولكن النادي الاهلي واخد خط الواحده شفنا شراكة مع الجامعة الامريكية قريب شفنا خطوة الستاد شفنا الشركات يا سامة اللي كنا لسه بنتكلم عنها شفنا الصالون الثقافي اه الجمهور يهموا كرة القدم بس كمان يا جماعة اللي عمل تاريخ النادي الاهلي وعمل التفرد اللي فيه كانت حاجات زي دي يا سامة الريادة يا فارس صحيح الريادة النادي الاهلي دايما بيرسم الطريق والباقي يمشي بعديه لكن النادي الاهلي مش بيمشي على طرق حد طبعا شيء مميز جدا ويعجاب القدر الكابتن او الكابتن دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك يكون نوجود داخل النادي الاهلي يوم 9 يوليو شيء طبعا صدفة وشيء قدري طبعا دكتور كمال درويش كان رئيس نادي الزمالك الأسبق عام 2000 دكتور كمال درويش لو كل الاحترام مني شخصية اربوية انا اعزاها كثيرا وادى مثال والنادي الاهلي بيبني والنادي الاهلي بيعرفنا كلنا ان النادي الاهلي نادي رائد في المنطقة والشرق الاوسط وفعلا كل خطوة بيعملها النادي الاهلي بنكون فخرين بها بالتأكيد افارس على العلم دكتور كمال درويش من انجح الرؤساء اللي قاده نادي الزمالك لتحقيق البطولات وكان عصر مزدهر جدا مع الدكتور كمال درويش ندخل في اهبارنا عن مباراة النادي الاهلي والمقصة تم تغيير موعد المباراة كانت المباراة هتتلعب الساعة خمسة تم تغيير الموعد او تأخير الموعد ساعتين فبقت المباراة الساعة سبعة نخلص من مباراة الساعة سبعة نروح لنهاء اليورو انجلترا وايطاليا كل الامنيات بالفوز طبعا للنادي الاهلي واستكمال مسيرة الدوري ودي طبعا لقاط من تدريب النهاردة وممكن كمان بيتسو مسمانيا فارس اعلن قيمة اللاعبين واحد وعشرين لعب في حراسة المرمى الكابتن محمد الشناوي كان طبعا فيه اقاويل كتير اتقالت ولكن الكابتن محمد الشناوي موجود في قيمة مباراة المقصة ومصطفى شبير وحمزة علاء في خط الدفاع علي معلول ومحمود وحيد وايمن اشرف وياسر ابراهيم ورام ربيع وبدر بنون واطم توفيق ومحمد هاني وخط الوسط عودة عمر السلية اليو ديانج حمدي فتحي محمد مجدي أفشة حسين الشحات وجونيور أجيه ومحمود كاربا وفي خط الهجوم محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن طبعا عندنا غياب طاهر محمد طاهر وولتر بواليا عمل أسست الماتش اللي فات وكان نازل شكله كويس مش عايزة تدور معي بس ان شاء الله تدور قريب هو حازه سيء جدا على فكرة بواليا في النهاية من العناصر انت منفعش تفقد دقيق عنصر في الفترة دي اللي سعيد بيه ان داخل النادي كل الكلام ان فيه جدية رهيبة على اللاعبين ومباراة المقصة بكرة يوسامة انا بشوفها مباراة مهمة جدا اكيد مباراة كايزر تشيفز ده الحدث ده اللحظة اللي هي ختمية في مسارتك في افريقيا السناء دي واللحظة الاستثنائية اللي لازم كلنا منتظرينها ولكن مباراة المقصة ظروفها مهمة جدا قبل مباراة كايزر تشيفز المعادلة يا اسامة ازاي تلعب المباراة دي وتحقق فيها الفوز وازاي كمان ما تفقدش اي عنصر هام جدا في مباراة كايزر تشيفز بشوف ان موسماني في مهمة ومسئولية صعبة جدا وهو ان شاء الله قد هذه المسئولية وباذن الله لعبي النادي الاهلي قد هذه المسئولية ولكن بما اننا بنتكلم عن المباراة المحلية كان عندنا مباراة الاهلي والمقاولين العرب انا من وجهة نظرك وانت بشوفها مباراة شبه بروفا لمباراة كايزر تشيفز الطريقة الدفاعية اللي بيلعب بها فريق كايزر تشيفز وان كان بيتميز انهم عندهم تارجة مان ممتاز بيقدروا يطلعوا عليه بالهجمة بشكل كويس جدا بيمتازوا فيه القراط السابتة ولكن في النهاية هو محاولة بروفا ان انت تخترق الدفاعات ولكن وانت بتخترق الدفاعات وبعد ما سجلت الهدف الاول اللي لما بيظهر بيسجل ممكن يغيب طول فترات المباراة لكن بيظهر فيه اوقات معينة بيخطف الاضواء سجل هدف التاني فكان فيه بعض الناس اتكلمت عن فكرة افشا وهو في احتمالية تسجيل مضمونة ومحمد شريف هو في احتمالية تسجيل اقل ولكن احنا كل حاجة لا ايجاباتها وسلباتها لكن محمد شريف مهم جدا يكون المهاجم عنده ثقة في نفسه ويكون حاطة احتمالات القرى المضمونة لزميله زي احتمالات القرى المضمونة معاه وكمان نتيجة المقرأة لما بيقى واحد سفر يا فارس غير لما بتبقى سفر سفر ساعدت محمد شريف ان هو يسجل فالبعض يتكلم عن افشا ومحمد شريف وصوروا ان افشا زعلان الا ان افشا نزل ستوري بيتكلم فيه عن محمد شريف هنروح للستوري وحنوقف عند كل مشهد من مشاهد علاقة اللاعبين زي مع علاقة اللاعبين انسانية اشتركوا في القناة